تستضيف مملكة البحرين المنتدى السابع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية ابتداء من اليوم حتى الـ 21 من نوفمبر الجاري ويعقد حوار المنامة هذا العام بمشاركة 300 شخصية بارزة من كبار المسؤولين في شؤون السياسة والدفاع والأمن القومي وخبراء متخصصين يمثلون أكثر من 50 دولة ويمثل حوار المنامة منذ انطلقته عام 2004 أحد أهم القمم الدبلوماسية والأمنية العالمية السنوية التي تعكس الدور الريادي لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه والجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم وثقافات والحضارات وتكتسب هذه القمة أهمية كبيرة لانعقادها هذا العام وسط تحديات أمنية ودفاعية وسياسية واقتصادية واستراتيجية انعكست بدورها على طبيعة القضايا المطروحة على جدول الأعمال في تركيزها على موضوع التعددية والشرق الأوسط وتناولها في سبع جلسات عامة محاور إقليمية ودولية جوهرية وانطلاقا من تلك الأهمية جاء حرص قادة الدبلوماسية والدفاع ومسؤولي الأمن في مختلف أنحاء العالم على المشاركة في هذا المؤتمر بينهم أكثر من عشرين متحدثا رفيع المستوى وفي مقدمتهم وزراء خارجية البحرين والسعودية ومصر والأردن والعراق والليبيا واليمن واليونان ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات ووزراء الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية وأندونوسيا وماليزيا ومستشاري الأمن القومي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة اشتركوا في القناة